كتاب جمع الجوامح ننادي السفر في الإمام تجد الدين السبكي المتوفى سنة 771 الهجرة منذها مئة مصنف كتاب جمع الجوامح ذاير الروج ذاير الروج أم القرآن ذاير الرجل ذاير الرجل ذاير الشرعيث إسميس أصول الفقه الإسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها ثمثا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاوقي المجلس رقم 48 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامح لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة إسماثا نبضد إلى مسالك العلة ذيون الموضوع أما كانت حصام يحواجن تركيز ذايراق قرآن وفي الحقيقة وفي الحقيقة القياس سيد بن العلة في شمد القياس العلة ركن من أركان القياس ننادب للعلة هي الوصف الظاهر الوصف الظاهر المناسب المتعدي يسعي السفاتك كامل إلى قديل وصف ظاهر إلى قديل قابل للتعدي إلى الغير لا يمكن أن يحصر أن يكون محصورا خطر الوصف لما يقيم كان ذي بافيس وزماء استكسادي ينسي وحدث ولكنه وصف يسعى القابلية للتعدي إلى الغير باش تبنى عليه الأحكام باش أنفنفلس الحكم الشرعي نوضد إلى مسالك العلة فيك الدرس النعدان نهضرد في المسالك الآتية نزوارد الإجماع حسب الترتيب الوارد في كتاب جمع الجوامع المسالك مزواره الإجماع نشرحي فيه والسين النص الصريح النص الصريح نفذرد أمثلة من القرآن من القرآن الكريم من أجل ذلك كتبنا من أجلي دايما لنت الألفاظ ذي مسلاين داخل القرآن نغذي السنة أنفهم باللي النصوص قابلة للقياس نهضرد في الإيماء المسالك الثالث الإيماء نشرحي المسالك الرابع الصبر والتقسيم نشرحي المسالك الخامس المناسبة المناسبة أغير ذاكي إذنبض ثورة أنكمل أدنهضر ذي المناسبة بعض المسائل الإضافية إذنبض والمناسبة والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني ذاكي في كيغل إحالة مباشرة إلى ثلاثة أمور إذنبض هذه المناسبة إما ذي الضروري الضروري إشارة إلى الكليات الخمس إلى المصالح الضرورية ندلنت خمسة وهي حفظ الدين النفس العقل النسل المال لن أضاف العرض مثل هذا المصنف أضاف العرض ثلاثة إذنبض الضروري والمناسب ضروري يعني المصالح الضرورية المحفوظة للعباد فحاجي فتحسيني أدنا الضروري لسنت شوط شوط ثم زور في الناد والضروري يهضر حفظ الدين ذم زور لذلك لذلك موجة الحفظ الدين بلغت بلغت مستوى كبيرا خطيرا مستوى الإلحاد موجة الإلحاد يعني استعرف رسوله لا وجود الله ولا وجود النبيين ولا الكتب السماء إلحاد تحرر تام من الدين لذلك بلوتارك بلوتارك مؤرخ كبير شو دينا إناد وجدنا في التاريخ مدونا بلا مستشفيات نفذي التاريخ ثمذينين نغطوذرين بسعين تاراس بي تاراس وجدنا في التاريخ مدونا بلا مدارس نفذي التاريخ ثمذينين بسعين تاريخ المدارس لكل وجدنا إبث ديوث ولكن ما وجدنا في التاريخ مدينة بلا معبد ماذا يفعل يعني ذي دوني ثمرة أتصفظ لنت المعابد أندا إمذانا لعبد دينها مساجد إنا دمعابد بعد التفصيل ذي شو دينها دي التفصيل المعابد داقي يا إمذيلي انتيفت نغذيلي اللي كذب ذاقي ذا الامتحانة من قرآن انتخلقث مرة هنا نمتحان جميعا هذا ما زيد من البيان لأنه قد يعبذ أقور من قمر يعبذ غرص العبادة لأنه قد يعبذ نطيج الشمس عباد الشمس لأن عباد الكواكب والنجوم إثران لأن عباد النار المجوس عبد ثمس لأن عباد البقر الهندوس إذن العبادة بلا حدود بل حتى الكتب السماوية إكشميثنت يد البشر إلى القرآن الكريم فقط الكتب السماوية يدنزل ربي في الأنبياء في المرسلين أما ذي الزبور في سيدنا داود أما التوراة في سيدنا موسى أما ذي الإنجيل في سيدنا عيسى ولكن يد البشر امتدت إليها لأن الزمبرانت جمذانا بضمت ذيني مي أشين يفكي التوراة أصبحت أسفارا بالسين سفر الخروج سفر التثنية سفر العدد سفر اللويين سفر يام سيدو سنة الأسفار كذلك الإنجيل وهكذا وقراء الكريمة ربي ناد إنا نحن ننزلنا الذكر وإنا له الحافظ هيا دنيا أولا سورة الفاتحة ربي ناد إياك نعبد يعني نخصك بالعباد وحذس لا شريك لا إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى قراءتان إلا نوحي إليه لأنه لأنه لا إله إلا أنا فاعبدون بعد التوحيد الدس لعبادة ربي يعني وقوم قرن الأصل الجامع بين جميع النبوات والرسالات دوا تقيد الجذرا يكشرح يكل الأنبياء الدليل واضح سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك إذن يمزور الأنبياء والرسل يمزور من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وحيو الله إذ يبضن سمو الأنبياء المساجي بالربي ونساشري نفرع وقب سورة الأنبياء 25 في سورة البقرة أيضا وردت آيات منها الآية 256 الآية التي جاءت بعد آية الكرسي لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم في صاملها لذلك لذلك يدرى شو نعفذ فرماذ ونفع العبادة الصحيحة إسلي إما إلا عرق ناسي فرذان عرق ناسي فرذان وليت صوضار وربي ندوى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولكن مد يسع الحفظ الدين لا تأحكام لذلك كما يسمى به حكم الردة كأن الردة ممنوعة أم هي الارتداد معنى الرجوع إلى الوري والرذفير الإسلام جامع به اكتمل الدين بالقرآن اكتمل الدين الآية في صورة المائدة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا لذلك إثارة الشبهات والشكورة وكذا هذا من الإفساد للدين لذلك السجل لن شباب لن شكين شباب لن يمذانا أو حقار ما كانش منها ولو ما كانش منها ولا حول ولا قوة إلا بالله حفظ الدين هو الأساس خطر ما إلا ساعة ذرث أنس عيشي حفظ النفس تحفظ بعد ذلك نموت أن بعد أنا عاش ستسين سفعين ثمانين مياه وكما لن عاش ما يسد سببغم زلزل ديرزان في الكرة الأرضية لأنه زلزال دمار جند من جنود الله يرزاد في خلقه سنة الجواهي الزرام أما ذي الطرق أما ذي سوريا يضرال عجب ذللو في جموثا لا حول ولا قوة تعالى بالله أذفل لسن يعفو ربي وذي شفو ربي وقاذ يجرح المصابين ونسأل الله العفو العافية ولكن الرسالة قلقة الدنيا يرون النغ باللي حفظ الدين ثجي كلية من الكليات الخمس أما بعد شو دينا فالنفس استخدم حرف الفا الفا تفيد الترتيب مع الفورية فالنفس ودين الوا لكان دين الواو في اللغة العربية تفيد مطلق الجمع الواو الفا أكد ثم سذفر ذا شو ثم تفيد التراخي ماذا الفا مباشرة فورية ترتيب مع الفورية لذلك ربي مدين أماته فأقباره ماذا من نشور الناد ثم إذا شاء أنشاره ثم أداة عطف تفيد الترتيب مع الطراخي ذا جيد سيناد فالنفس بشا فنبل النفس حفظ النفس من الضرورية الكبرى حفظ النفس وجود وعدما من حيث الوجود ومن حيث العدم أكد أكد المصنف من حيث الوجود يعني لقد تضلقه لقد سوضمان لقد ضروري ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب اسقران كيني أذق القغرم نوا أذق إفاذ إلا وفرات وراك رايح لذلك الأقباد مربق إلى قط كم كلوا شربوا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق من حيث العدم لا يجوز القتل ولا يجوز الانتحار سيا و سيا السويسيد إذا ما كني وكيني ونقغر أولا ذيون ولكن كيني إلا ويت السم إن كيني أضع حدا لحياتي إذا ضطا ضطا إذا قلت ما نلغ أطاس الهلاكيات يقول لنا أطاس خطر ما دنيا يحفظ نفس ماشي ذوال كان أكن ثل الظروف المشاكين الهلاكيات الهماع الهموم أم بعد إما صروح الدني صروح مل أخر طبي إترنال صديق وعر مطروح لذلك ربي سبحان وينات من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ولكن حفظ النفس ولاش نص وليس ما يسمى في الفقه وفي القانون تبشيع الجريمة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا بش أنظر ذا شوث نفسي الروح ذا شوث سوا فالنفس سيفض النفس وين ينغى نيون أنك ينغى ثخلقي ثم مرة يعني جريمة بشعة الروح أما القتل العمدي الزجري مشاني على الكبرى والقتل الخطأ هذا يمكن أنه نحرز هذا قانون السير لك الروت يتعاون بشين ذانم وتمين نرى وذين الظرم ذين الظخصام الاستاتيستيك ماذا يتعاون 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 ذلاع جف يوظنا ما يسمى الناس الرفراف يفردان يرهاب الطرقات تسي ذات ملكان امذانا اذي السين باللي النفس قلق تحفظ عاسي ماني قادر بشان يحذر نغى الثورة أك من الله من القدر الى قن الشهد لا اله الى محمد رسول الله الخوف شما كل شرع الناد حرزث الارواح النوان لذلك هذه القتل لما يسمى بدية صيام شهرين تسندي صورة النساء الآية 92 إذ ملك يوكين خاطين أرنق لذيون إذ أضع حدا لحياتي في صورة النساء الآية باستخدام الحرامات الشرابة كرامكم الله المخدرات السموم البيضاء بجميع أنواعها خطر خطر ما العقلية الواحظة شو دي قرآن العقل لناك ربي حرزيث أيضا من حيث الوجود والعدم من حيث الوجود أكثر من ألف مرة إذ يهضر في العقل ذي القرآن كثير ألف مرة وظائف العقل والعقل مماط التكليف يرفع التكليف مع سلب العقل إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب لا قل مليون إسلف وليش وثي حسب لا ربي لا العبد إسلف وثي حسب أذيك رمضان وليت ظلارا ذهي إسلف العقل مماط التكليف ربي دي قر حرز لا قل حرز اللغنون والأحكام الشرعية ذات صلة بالعقل أي غري الذي القانون والذي الفقه قبل ذلك إلا نعدام التمييز نعدام الأهلية الأهلية الناقصة الأهلية الكاملة لن تكفي عوارض الأهلية أي غري كله مورا لعب ذوك لكن من لن عدد سيل ما راح يلاقي مرحلة نعدام التمييز لعب قبل ذي لعديم الأهلية وبعدين عند مرحلة التمييز لنت الأحكام مختلفة لنت تصرفة نافعة نفعا محضا ضرر ضرر محضا متأرجحة بين النفع والضرر لنت أحكام وبعدين ألمي بلس الرشد أربعين في اليتامة فإن فإن نستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إلا لأحكام الحجر هل تفضيون ذلك زم القرآن يسلف بعد يحجر عليه الذي الزنز ولا الزياغ ولا التاجر ولا والذي الرهن ولا خلاص محجور عليه بعد في القياس أسيد وسلولاية الولاية التي هي النيابة الشرعية يسكن مربوطة بالذكرة والأنثة في القياس إلى القياس الباطل لا يوجد مربوطة بالذكرة والأنثة مربوطة بعوارض أخرى مربوطة بالصغر مثلا الصغيرة مشتوح يسعى الولاية الولاية إما أسيلي ولاية أصلية خاصة كولاية الأب على أولادي العبد يسعى يقول ذلك مش طاح ما ذاقشش ما تقشش يسعى للتويتر ما فسو للتويتر ولي ما يموث ذمس أي رح وجد التويتر أما ذاقشش ما تقشش القياس لا الصغر هذا قابل للقياس أما الذكور الأنثى لا ليست صالحة لنت أحكام خاصة بالذكورة والأنثى نعم في الفرائض للذكورة والذكار مثل حظة الأنثى وغيرها ولكن العموم يشترك الذكورة والأناث في جميع الأحكام الشرعية مولش الولية ذي الواصي مولش الواصي ذي القيم المقدم إلى آخره في قد يكون أحكام تفاصيل وسنتد بإعمال قواعد القياس بإعمال قواعد القياس في العقل إذن ثم بعد يناد هذا في النسب نغن نسل أيضا يحفظ من جهة الوجود ومن جهة العدم فالمال أذرين بكلية من كلية الخمس الشرعين الدنسة داويم المال من الحلل والقياس حاضرة يلا هدينيون إن كيني داوغ لارزاق سلخذمة العمل هي جوز العمل قد يكون ذهني وقد يكون عضليا جسديا لعد ذي يخدم سواء اللاغيس نغن يخدم سواء اللاغيس داوغ داوغ الى آخير إما لو هذي يخور أكيني ذو خذمة كار الصباح بلانيفي ذو قياد بلانيفي بشات سكور سيبا فاسي لدي تورنمو يكلو موري لا يجوز إذن الشرعين دين المال كلية من كلية الخمس من الضروريات من المقاصد الكبرى لا من حيث الكسب مصادر الحالي لقد ينتحلال عن طريق العمل عن طريق الميراث عن طريق الهيبات عن طريق الوصايا إلى أخير ترقوا ترقوا الحلال يمكنك أن يكون الوصايا مصادر الحالي لقد يكون ترقوا ترقوا يمكنك أن يكون عن طريق الميراث يموت من أمين يموت يورثد سيفافس نصي جدا هذا الميراث هذا الحلال ويكون الحلال مفيض عقود الغرر عند الربا عند الغرر عند الجهالة عند السرقة عند الغش في هذه يكون الحرام يكون الحرام كامل الاحتكار الاحتكار هذا يروح هذا يخذ من الشمر الله الله هذا سلعان وتسفر نياوك بعد مفيض النادي رفسوق يتحكم فسوق الاحتكار الحرام إنادنا البيعاء صلى الله عليه وسلم إناد الجالب مرزوق والمحتكر ملعون الرشوة اسمك سيد سيد مدني الرشوة ذغة علم الحفوص ذغة فغل في علم الحفوص رشوية رشوة ذغة بطينا الرشوة ما جدي مش طحاق في مقرن ذو الحرام ماذا ماذا الرشية ماذا المرتشية ماذا إنا اسماني منس دلال الخير إذا سيكون كلي غار نكثر سيكون كنسين مليارا ماذا وحدين كمية تصير 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 مليون البقية ريزو ثغل الشبكات إذا صفيل ميل لعب ذري وذار ربي سهل بش هذا الخوف ربي إذ العاصم تذ للشريعة للقوان لله ولكن ملي قوة ربي ذا الزمر يخدم كل شي المال والمال كل يمين كل يتق ماذا غير في الكسب من في التصرف يبض صفة السم إلا الإنسان الذي الحو على حسب الشرع في استخدام المال بقدر الإمكان وإذا ما يمين وغلط غار عن غص صار وت بذير غار عن شي يلا يلا برك الله فيك على الاستئذان شكرا على الذوق لذلك المال آية السابعة وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه هذيرا دينيون إن كيني المال خلق خطي دينكيني خاطي ذا ربي إذ يفكان لرزاق إمذانا ذايا إقيمد الملكيين نغ الأموال ملكية مؤقتة ملكية استخلاف ولذا في الله يرح يزرع يزرع وكال أكاد ضربه دي خلقا زرع ضربه دي خلقا ثلز مرت ضربه دي فكان أم بعد ربي يصغل داما ولذا في الله يستمغين النعمة إلا وسيث ولا ما في الله يزرع يخرز يستمغين خاطئ يجات يجات يا ربي وفي السماء رزقكم وما توعدون بعد فلاح يخدم يجتهد وقم طلوب وقل يعمل ولكن مدي والرزق الني إلا يتصرف فيها بما يوافق الشريعة بقدر الإمكان بلا تقطير ولا تبذير تقطير ذواء ما حانث في القرآن التبذير ذواء المطلوب هو الوسط وبعدين يبضد والعرض يستخدم أداة العطف الواو الواو لم يدين الواو دين العرض الكار ما يثل لا يوجد أحيانا نيوهان الدين تأخذ بلا ما كان يسمى كذلك الحرمين الواو يسمح كثير السخصار ونعم مثل تقضي أنا حر الدين هذا رمضان جدا أديو يغروم الماكلة القازوز هذين الدخان أصنطقض هنا يخي الدين بيني وبين ربي يولدي يولدي أمشاكن يكو فهم ضامي بلا ما نكمل خطرت هنا العرض ما أثنف أكذلك السن أثنف في العقل أثنف في النسب وأثنف في المال بعد ما أردنا مسألة المناسبة تنخارم الإنخرام معناها الإبطال تبطل بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية خلافا للإمام بعد ما أردنا السادس الشبه حق الموضوع المناسبة نشرحي هذه الدرس نعدل بالتفصيل ثورا نروح المسلك السادس وهو الشبه أشو دينا المصنف إن الشبه منزلة بين المناسب والطرد وقال القاضي هو المناسب بالتبعي ولا يصار إليه مع إمكان قياس العلة إجماعا فإن تعذرت فقال الشافعي حجة أدعي ملاحظة نرى كتاب جمع الجوامع أعقد كتاب في علم الأصول وَأَغْنَى الشبه هذا الشبه إلا وشبه فرغاز نقار ذيزم ثم طوث نقار تس سدا ذي شو يضرم دا قسكت غاد الصحة لا لا مش الصحة ولكن ما نتفض الصفة ذي شبه لكي نوصف ونستطيع جزا وكذا والله الفلان يرزيزم الفلان تقع تس دا لذلك من في الأدب ذي تشبيه لما يقارن تشبيه الباليغ لا تشبيه الضمني لا تشبيه إلى أنواع تشبيه التمثيلي إلى آخر في مجال الأدب إلى المشبه مردي مثلا عمار كالأسادي شجاعة ذا قيلاني يا ربع عمار مشبه به كاف كاع الكاف الني آدات التشبيه الأسد مشبه به المشبه عمار مشبه كاف آدات التشبيه الأسادي مشبه به شجاعة وجه الشبه هذا أركان التشبيه إما إلا هذا التشبيه باليغ تحذف آدات التشبيه مع وجه الشبه هذا عمار أسد تشبيه تشبيه الباليغ ولي ذا القياس اللي هو كمصدر من مصادر الشريع تشبيه أركان أركانه الأصل الركن الأول الثاني الفرع الثالث حكم الأصل الرابع العل هات منزلة منزلة المناسب والطرد هي منزلة بين منزلتين المناسب أكيد نشرح الدرس نيعدان مناسب أكرمكم الله لماذا الجوعة البيرة المخدرات لدرق لنهض حرام أربو أنت دينا تدف دينا سواء يهضر في الخمر الخمر محرم للإسكار العيلة العيلة الإسكار ما هي علة سيولة خطر يتسزل نغعي علة اللون الخطير في هذا ليست علة مناسبة العيلة المناسبة للحكم الإسكار إما يسفو العقل يسوما العقل لنهض شرع ضروري إلا قد حافظ في الله حافظ العقل ما دمت سوما شرع ندحب بس أين كريه الدن العقل ذلحرام صفي إذن الخمر هو الأصل نغوى المقيس عليه نغوى المشبه به المشروبات جديدين سعين سمون نطس فجسم الفرع تجذط الفرع التي يراد قياسها على الأصول حكم الأصل الأصل ذي الحلال أو ذي الحرام خطر فيك ما ذي الحلال ذي الحلال ما ذي الحرام ذي الحرام ما الفرق بين الإعارة والإجارة في مجال المعاملات الإجارة ذي شوث ذي الكرام الشيني تسكراض ثانوتي إجمات الكرام ذي تجور الشيني ثراظلظ ثحانوث النظن مثلا العاقد يون يوث انتحانوث إسكرات يوث انتحانوث إرضليت قرنة إعارة عارية ذي شو الفرق بينهما إلا ون يجي يشوف أنا أنا نزور ذي الاتفاق ما هي نقاط الاتفاق أولا نقطة الأولى يشوف يرسل المراقين بين الإجارة والإعارة كلاهما مؤقت يشوف تحانوث تحانوث لن يجي إترنيل ما سوف يشوف هذا عاميين ثلاثة من ذلك لا يوجد مؤقت الإعارة أرطني ثرض التحانس كيف كيف مؤقتة هذا تفرع، لكن سمزوره وجه الشبه وجه الشبه النظام كلاهما لا يفيد التمليك يمس سكراظ، ثرض الضوض، ورزميراني وندخسنا ديني إن كينيك سفاغ إيه سينا؟ لو إنا يخران لا يمتلكوا الرقبة، ورخسفارة ما كامل فيها، لو كانت الزنزل ذلح قيسا دينه، شو زمادين دينه؟ هذا تفافسي، خطر عقد البيع في الزنزلس؟ لا تقفض الزنزل من سيغيب تحانس ولكن الكرة، ورخسفارة، ليس مالكا ذغشناهما كيف كيف، ضارطة لك دغل تحانس وتسكسف ضارة، وكذا غير اتفاق، نزمنا ديني وطص نقاط الاتفاق ما هي نقاط الاختلاف؟ أنه ميث سيراظ، سوذريم، ميث الضلظ، بلعاثريم، هذا صف، ولكن خلف أنت إذن، غسل لنت نقاط الاتفاق، ولكن لنت نقاط الاختلاف، إلى أن يخلفني يا رسن، لذلك تختلف الأحكام قياسا، ما نخدم تصنيف، تصنيف للمعاملات كامل، أثنًا تنصنف بهذه الطريقة، لذلك موضوع القياس، ثوالما نطول ذلك، صح؟ وما زالك الدرس وايض، وإنه اسميس القوادح، اسميس كان إذا وليس، المجلس وايض، لديه الدون، لذلك أشكركم على الانتباه والإنصات والتركيز، أنسينا عرض شوية استقفالي، تعرفت أدنوي الأمثلة وكذا، باش المخنغة يفهم، مثل مليح، أثنًا يرسل عقود داقي كان، أنا في باللي، إلا أنه مخلف، عقود الإيجار، عقود الأمر، لماذا تشمد الدخل؟ إذا كان يزمد الدخل الذي يفضل لك، فإنه اسميس سياراظه، هذا يكسل الحيوض، هذا يفنو الحيوض، هذا يسوفه، هذا يفضل، هذا يفضل، هذا يفضل، ما هذا يفضل، ونعملها، تغييرها، لماذا؟ لا تزد، 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 لذلك، وعليها القيس، ما بعد ذلك، ما هي الدروسة الدون في المعاملات الاستثمارية في مجال المال والأعمال، في المعاملات الاستثمارية، فإن هذا يفضل، فإن هذا يفضل، أتفض كل شيء، في المعاملات، في قواعد منهجية، أن تدرس في الجامعات، تدرس بعمق، من خلال هذه الأمهات، يعني، تدرس في الجامعات، خطر نغال من زمن اليوتيوب، نغال من قرص تروامينوت، يولا ذي والي اليوتيوب تروامينوت، أكي نفهم، يولدي، ما شيء تروامينوت، أتغر سبعين سنة للونهار، يا ربي، تحصيل العلم المتين، ليس بالأمر الهيين، بل كما قال الحكيم، العلم لا يعطيك بعضه، حتى تعطيه كلك، وأنت في ذلك البعض، في حيطة وحذر، الشبه، إنه هو منزلة بين المناسب، فرمد نظر فعيلة الإسكار، هي عيلة مناسبة، من أجلها حرمت الخمر، حكم الأصلة والحرمة، مدام العلم يقول، وجدناها في مشروبات أخرى، تحمل أسماء مغايرة، فالحكم يلازمها، نسقط، ننزل حكم الأصل، وهو الحرمة على الفرع، لماذا؟ لاشتراكهما في العلم، لا، أما في المشروبات، أما في المطعومات، أما في المعاملات، في كل شيء، مدنا منزلة بين المناسب والطرد، مرد نظر مسألة طردية، طردية، مضطردة، بمعنى ثلّة، مطردة، ولكن، هل يمكن أن فلو كان في الطرد واحدة لحكم الشرائي؟ لا، الشبه، لذلك لانت كتب تحمله عنوان، الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، لذلك القاضي، يزمر فيك، الذي يحكم، عندما تمثلت، سلحكم، يحكمون زواره، عندما تشوفه، نفس المعطيات، تشوفه، هذا ما يخذم في الحقيقة؟ يخذم قياس، يخذم قياس، يخذم، يطبق لوجود هذا الشبه، ولكن هل طار الشبه هكي؟ دائماً، هو مسلك من مسالك العلة، ولكن مسلك اجتهادي استنباطي، يحتاج إلى عوامل الضبط، كما سيأتي البيان، أم بعد، مع إمكان قياس العلة إجماعاً، فإن تعذرت، فإن تعذرت، إذا تعذرت المناسبة، هذا هو المقصود بالكلام، فإن تعذرت، ذا شو دينا المصنف؟ فقال الشافعي حجة، يعني اعتمادنا للشبه، كمسلك من مسالك العلة، عند تعذر المناسبة، يعتبر الشبه حجة، هذا عند الشافعي، خطر تاج الدين السبكي، يذكر حتى الخلافات بين العلماء، وقال السيرفي والشيرازي مردود، أي الشبه مردود، وأعلاه، أعلى، يعني أعلى أوجه الشبه، وأعلاه، قياس غالبة الأشباه، في الحكم والصفة، لأن الأشبه أيضاً درجات، في كوال، اسمحتي، أتفض بعض المعاملات، تشفيهين، تمشافين تمليح، في كوال، تمشافين تشوية، ممكن قراءة ولقي، السيد الفلاني، يشوف شوية ذي الفلاني، الفلاني يشوف، ذي الأرشيتكتور، ذي مكل شي، ذي مكل شي، في جميع المعاملات، كان الأشباه، وكان النظائر، وأنصحوا بقراءة كتبك الأشباه والنظائر، فيها أمور مهمة جداً، السابع الدوران، مثل كلمة الدوران، في كوال مردنيني، الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، الحكم يدور، من حيث الوجود ومن حيث العدم، لش دين المصنف، الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف، وينعدم عند عدمه، يعني تعريف موجز مختصر، هذا هو المقصود، يثبت الحكم بثبوت الوصف، وفي الوقت نفسه، يدور الحكم مع علته وجوداً وعدماً، الثامن، الطرد، وهو مقارنة الحكم، مقارنة الحكم، الوصف، حتى في الضبط اللغوي، لازم يكون هاك، هذا هو المقارنة، مقارنة الحكم، الوصف، معنى لازم يكون علاقة طردية بينهما، والأكثر على رده، قال علماؤنا، قياس المعنى مناسب، والشبه تقريب، والطرد تحكم، يعني إثبات الحكم بلا دليل، قياس المعنى، ماذا المعنى فهو مناسب، ماذا الشبه تقريب، معنى وسط، شغل في كاردين كونكليزيون، يسنتيز، خلاصة، بين المناسب والشبه، والطرد، إنيك الطرد تحكم، معنى إثبات الحكم، حينما لا يكون الدليل الظاهر، التاسع، تنقيح المنات، الإمام الشاطبي، نفتح قوس، في كتابه القيم، اسمه الموافقات، في أصول الشريعة، يهضرت في ثلاثة، تخريج المنات، تحقيق المنات، تنقيح المنات، بالتأكد، وقي ذي الاسكانير، يعني مثلا، وفي المنات، ذي الاسكانير، ذهي الاسكانير، الزاء ، خلاص، يمكن، تعتمد في مجال القياس لن تكرر تمثال ادفاند ذي الضرس يدي تدون ما نظر في القوادح ذي شو دين المصنف خطر ذي اللغة العربية تنقيح معناها تمحيص معناها مثلا تهذيب مثلا الفلاح ينقيح حق له يزيل الشوائب يهذبها الرسالة ينقح معناه يعالج أنكسكو الأخطاء لفوت مقال منقح يعني مهذب لذلك كتاب يسمي استهذيب التهذيب هل بركم واحد السمحثية دين غين بوال ما تشيه أنكسسير مسكولاون ولكن سيمي الحزمان أن بعد تكتابي الننزي العلم يقول أنه يحصل الفاركة وأنه يحصل القوة وكل كل شيء هذا هو السدات التكنولوجيا يحصل هذا هو نحس من بعد التصل غاشي تورد روغين ذي المخنس غرصا كاتمينوتي اليوتيوب بركاء في كاس أي سؤال أسهل مثلا في المضاربة في الإنفستيسمن ما الفرق بين المضاربة والمرابحة هذه خدمة كأكين سنغل أسهل ما معنى ما الفرق بين مثلا الشركة التضامن الشركة المساهمة والشركة المسؤولية المحدودة هذه خدمة كتروة من تأكين ذاين سنغل يقول دي ما شيئكا في علوم الشريعة نكون يهمون هذا المجال نفيه الآن الكتب كتب مهمة مهمة جدا تنقيح المناط المسلك التاسع من مسالك العلة ولكن وين يفعل تفاصيل إذا قد يروح إلى كتاب البرهان الإمام الجويني يروح إلى كتاب الورقات أيضا بالمعالي الإمام الجويني صاحب الورقات أنه قال كتاب مهم كتاب الموافقات الإمام الشاطيبي أثني غاونت ضرد في ثلاثة أجيب أو ممطوة يعني يفيوث تخريج المناط تحقيق المناط تنقيح المناط وبعدين تتسع المدارك وتفهم المسالك أشو دين المصنف إن التنقيح المناط وهو أن يدل ظاهرا على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم تعرفت تعرف معقدة جدا ولكن مركزة جدا وهي في الحقيقة سهلة 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 نهلة العاشر معلش أدفكي المثال ذي ذي النقطة يون يتشار رمضان يون يتشاث عمدا ويضي تشاث خطأ ويضي تشاث متأولا يزمر هو المتأول لكن مثلا ما سيضام مع الميزة الدين الشيخ أمان زيرفن عادي ذا غروم ماذا من عادي ويضي يتشار رمضان ولكنه متأول بالنسبة له تأول ليس خطأا خطر الفرق يارسك ذي الخطأ لا تنقي حقي موين ناما سمحتي أي الحثم ديث يري ذرار أو طلع غرص يغرب يطيج يسو أمان أم بعد يلحشو في ذرار يغل يغلي مازال يغلي صاف يقول لا يري ذرار يتفند ما كان يغلي يطيج اسمي يتسالي غذرار يطيج ما زال يغلي ذاك ما كان يغلي الأصل بقاء النهار خطر الفرق نورمال يتأكد من الغرب يتأكد من الغرب خطر الفرق لا يوظم صورة عكسية ويضج يتحير 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 المجوين السبع صباح يفقد هما نسب لي انتظر الغرص ما زال طلام إذا سنبعد يولى الساعات غير الشرق يطيج إلى الفرق يلوق يلوق أمزور يدني الأصل بقاء النهار الغرب طار عند التحقيق إذن وقين يتشار رمضان هذا سيعيوث وحتى نستعين بقواعد الاستصحاب نستصحب بقاء النهار إلى أن يأتي الدليل الذي يثبت خلافه قاعدة فقهية البقاء بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت الدليل الناقل الدليل الناقل من إله وين أن دقيض خاطئ وين أن دقيض غرص ذي الصحور وكذا الشرق الطار ذا زال يسند جديد ما جيد طلام صفي اختلف الحكم معنى تثيم سلاقي احواج التنقيح احواج تدع دين ذي سكانير بش تسميز فيك والير لحلال ذا الحرام فرق دقيق شعر صفي القواعد الأصول خطر القواعد الأصول من فوائد قواعد الأصول أنها تساعدنا على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بش تدع الغلاغ وتجيز سبا يقصوظ الإمام الشافعي أثير رحم ربي يسف أول كتاب في علم الأصول بعنوان الرسالة العاشر إلغاء الفارق هذا شويف غديني يندوه وهو والدوران والطرد إلغاء الفارق سيكوالة السلمي مبارك قياس مع الفارق قياس وإلا يقدح في هذا القياس بالقول بأنه هذا قياس مع الفارق هذا قياس مع الفارق وإلا قبلها وطبعا هناك نفذ المعاملات بعد نفذ الأمثلة لأدلس المعاملات ذي الاستثمار ذي المعاملات يريم ذنان ذي الأحكم الشرعية المختلفة إلى آخر أشهر الهيبة والوصية الهيبة أو كذل وصية ثم زوروا كلاهما من عقود التبرعات أدوال أروري وقف كذل هيبة دونسيا وقف كذل تستامن وقف كذل حبوس ثلاثان تمشابينك ذي شيء خدمين ثلاثان للكون ترى وقف كذل يكو شرحين من عقود التبرعات يعني بلا عوض بلا بدل وقف كذل وقف كذل ما شمال كران غل بيع وشلاخات ذي شيء في كانك تكشي 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 ولكن مخلفا استغزيل عمريك لماذا تجد أصوحت الجنة تطبيق الوصية ما هي ثورة ما هي دونسيون دونسيون ثورة استغزيل تمورت لكي يرز ولكن ما هي استغزيل الوصية التستامن ممنوع استغزيل عمريك لماذا ترحض إذا لماذا تربي القرآن من بعد وصية توصون بها أو دين التستامن تطبق بعد الوفاة زيد ما هي منذ الديتايل إما استغزيل اقتارا في كده صرف عام السين يحب سيد كن سين لازم انتير ماكسيموم ثلث زياد خاطئ موقوف صفيت الشمضين أدلو غلغ الحبوس الحبوس مايتبع مايتطرهن الحبوس ونجال الحبوس يلجام عاقي ذاين الشمضين الحبوس ورزي ما رأيون لا في الزنز ولا في الرهن ولا في السكرون ولا ذا الجامع وقف اترنال المثل يردون مايتبع مايتطرهن مايتطورث إذن بقلكان الأحكام أم بعد ذا خل تفاصيل النظام ثلاث الخلاصة مسالك العلا الانت عشر ثم زوروث الإجماع في السناث النص الصريح في السلاث الإيماء في السربعة السبر والتقسيم في السخمسة المناسبة في الستساء الشبه في السبعة الدوران في السمانية الطرد في الستسعة تنقيح المناط في السعشر إلغاء الفارقة ودنغل أرثم سالكي بمزيد البيان إن شاء الله في المجلس القادم تحت عنوان القوادح جيغون الهناء أرثم الليث والسلام عليكم ورحمة الله كتاب جمع الجوامح من ناد السفرثي للإمام تجدين السبكي المتوفى سنة سبعمية وسبعين الهجرة من زهاء مئة مصنف تكتب تجمع الجوامح ذي الروج ذي الروج أم قران ذي قيون بحريش انتموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسنان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله أيثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذي وقيد المجلس رقم 48 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي المتوفى سنة سبعمية وواحد وسبعين للهجرة كتابة مثلا نبضد إلى مسالك العلة ذي الموضوع أما كانت حصام حواجن تركيز ذم قران وفي الحقيقة القياس سيد بن العلة في شمد القياس العلة ركن من أركان القياس ننادب للعلة هي الوصف الظاهر الوصف الظاهر المناسب المتعدي يسعي السفاتك كامل إلى قديل وصف ظاهر إلى قديل قابل للتعدي إلى الغير لا يمكن أن يحصر أن يكون محصورا خطى الوصف أنه ما يقيم كندي بافيس وزماء استكسادي ينسي وحدث ولكن هو وصف يسعى القابلية للتعدي إلى الغير باش تبنى عليه الأحكام باش أن نفلس الحكم الشرعي نوضد إلى مسالك العلة فيك الدرس النية الدان إنها ضرد في المسالك الآتية نزوار دي الإجماع خسب الترتيب الوارد في كتاب جمع الجوامع المسل كام زوار الإجماع نشرح يثير والسين النص الصريح